الله عز وجل يقول وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا في بعض التفاسير يشار إلى هؤلاء العباد بأنه بخت نصر ومن معه هؤلاء ليسوا عبادا لله هؤلاء عباد للشياطين هؤلاء جبابرة يقول عبادا لنا لذلك استنبط بعض المفسرين أن الفساد الأول الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عليهم أصحاب النبي وقد قاتلوهم وأجلوهم عن أرض الحجاز فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجأسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا هذا الشيء وقع بني النظير وقين قاع وكل هؤلاء قد أجلوا من الجزيرة العربية ثم يقول الله عز وجل يخاطب اليهود ثم رددنا لكم الكرة عليهم لضعف المؤمنين وتفلتهم وتقصيرهم ومعصيتهم ونفاقهم وبعدهم عن ربهم سمح لهؤلاء الشردمة أن يقووا عليهم ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين أموال الأرض بإدارة اليقود وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة الآن إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة يعني أخذتم المسجد من المسلمين فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا الكتبير أخذوه أول مرة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم أخذه اليهود منهم فإن بقوا على ظلمهم الذي ترونه كل يوم وكل نشرة أخبار فإذا بقوا على ظلمهم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا التتبير بعض العلماء لا يرى أن هذه الآيات متعلقة بما يجري وبعضهم يسقطها أول مرة على بخت نصر وبعضهم كما قلت قبل قليل يسقطها على فساد اليهود بعد مجيء القرآن الكريم في المرة الأولى فسدوا ولم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فصلت الله عليهم عبادا لنا المؤمنون وأجلوهم عن الجزيرة لكنهم بعد ذلك لتقصير المؤمنين دخلوا المسجد مرة ثانية وفي هذه الآيات بشارة إن شاء الله أن يسترد المسلمون هذا المسجد وأن يفتحوه تحقيقا لوعد الله عز وجل وهذا ثابت عندهم أيضا في كتبهم مر سؤل الوزير دفاعه وقد احتل قلعة في جنوب لبنان عن هذه الوقائع فقال هذا صحيح سوف يأخذ منا كل ما أخذناه منهم وسوف ينتصرون علينا ولكن ليس مع هؤلاء الذين حولنا وله كلمة مشهورة أن هؤلاء حينما تقتضوا مساجدهم على صلاة الفجر كما تقتضوا في صلاة الجمعة ينتصر علينا فمن مسجد يتسع لعشرين ألف مصلي لا تجد صفا واحدا في صلاة الفجر ولا تجد صفا واحدا لذلك أيها الإخوة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوءكم وليدخذوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليؤتبروا ما علوا التذبير عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وهذه آي لكل المؤمنين وإن عدتم عدنا أيها المسلمون أيها العرب عودوا إلى الله يعود الله لنصركم سيدنا صلاح الدين بلغه أن أحد ملوك الفرنجة قطع الطريق على الحجاج وصار يقتل الرجال ويسبي النساء ويقول قولوا لمحمدكم أن ينتصر لكم سمع صلاح الدين هذا الكلام فبكى فقال أنا سأنهب عن محمد في نصرة أمته وما زال يسعى حتى استطاع أن يقبض على هذا الأمير الإفرنجي أرناط في الكرك ويقتله قال له أنا أدافع عن أمة محمد القضية بيدي الله ولكن الله لا ينصر القوم الفاسقين لا ينصر القوم المنحرفين القوم المنافقين القوم العصات إن الله ينصر عباده المؤمنين فما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة أيها الإخوة ما يجري تحت الساحة العربية والإسلامية شيء مؤلم جدا أحيانا يبالغ الطرف الآخر في إزلال المسلمين وفي إفقارهم وفي إضلالهم وفي إفسادهم يفقرونهم ويضلونهم ويفسدونهم ويذلونهم والله مع الحق فإذا أردنا أن نسترجع مالنا من مكانة عند الله فعلينا بطاعة الله قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الظالمين من أمثال العرب إن البغاثة بأرضنا يستنسر يستنسر يتخلق بأخلاق النسر والبغاث أضعف أنواع الطير فهؤلاء الشرذمة القليلون هؤلاء المشردون في الآفاق هؤلاء كانت لهم الكرة علينا ولا ينجينا منهم وطموحاتهم لا تنتهي وما يجري في العراق في أعلى التقديرات بتخطيطهم إشاعة الفوضى إشاعة الفقر إشاعة الفساد من أجل أن تحقق شعاراتهم من الفرات إلى النيل وما كنت أظن في حياتي أن هذا يحقق في مدى المنظور لكنهم وصلوا إلى الفرات وأرجو الله أن يبعث عليهم عبادا له أشدا يخرجونهم من هذه البلاد والحمد لله رب العالمين